زينا بويل حسن ويحسين هاللي يلبحي زين وعلى ولي وداق الويل الليلة تيبشي وتلقو ميل آيتا جرحك خلبي نجروح ما تيحجاق ولا تيتام بسم الله الرحمن الرحيم لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم طيب الأفواها وعطر المجالس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا صريع الدمعة الساكبة وقرينا المصيبة الراتبة وجات سلامي إليك يا مولا من بعيد أقصى ومن قريب أدنى عبدكم وابن عبدكم وابن آمتكم الظليل بين أيديكم والمضعف في علو قدركم روحي وما ملكت يمينه وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدى ومسلوب العمامة والردى ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجا والتجا إليكم فيا ليتنا ثم يا عليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيمة يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلة وجه الصباح عليّ ليلٌ مظلم وجه الصباح عليّ ليلٌ مظلم وربيعُ أيامي عليّ محرّمُ وَاللَّيْلُ يَشْهَدُ لِي بِأَنْ يَسَاهِرٌ إِنْ طَآبَ لِنَّاسِ الرِّقَادِ فهوَّمُون قلقان تُقلِّبُني الْهُمُون بِمَزْجَعِي وَيَغُورُ فِكْرِي فِي الزَّمَانِ فَيُتْغِمُونَ مَا خِلْتُ أَنَّ الدَّغْرَ مِنْ عَادَاتِهِ مَا خِلْتُ أَنَّ الدَّغْرَ مِنْ عَادَاتِهِ تَرْوَى الْكِلَابُ بِهِ فَيَظْمَالُ ظَيْغَمُونَ وَيُقَدَّمُوا الْأُمَوِينَ وَهُوَ مُؤَخَّرٌ وأذُو الله وَيُقَدَّمُوا الْأُمَوِيُّ وَمُؤَخَّرٌ وَيُؤَخَّرُونَ فَيَظْمُوا الْأَمِنُولِ وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا روحي له الفدا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعمه يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكرا ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى أنتقى دفغل فضاء أعظمه خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجل أنتم حفات قصيد وقد انجلاء عن مكة وهو ابن تشرفت الحطيم وزمزموا وزمزموا لم يدري أين يري يحبذنا ركابه يحبذنا جسمي الكعبة والحجر الأحرير منحور وحجر لاب اسماعيل ذبح ابنين مبرور حشري ونشري في طفوف الغاذ ريال يحبذنا عندي ضحايا ما أحد يلا عاد عندي ضحايا ما أحد ضحا مثل هم عندي ضحايا بكربل شغال كل هم العراض ترجف والسماء تبجي لجنوا هاي التعاين غمضحا يلغا دريا وإلا ذول رحم الله بن فايز ذول اسباعي محمد والأضاحي فرسال حربي في الحريبة وهم اسباعي حربي وبقى لك الخير متكسرا أجناحي من غير ناس صرفي يطفو في الغا ماجور ماجور آه فيغة أخر وين والله وغلاتكم كنا نسعى بين الصفا والمروة أحد المؤمنين توأسوا لأخونا أقول لها ذول كبار السن بركتنا بركتنا في مجتمعاتنا ذول البركة وهذا لما نزلنا من الصفا وجع عندي المر وجلس أنا أبالي متعب قلت لحجيننا بابا عمي أمتعب ونانت قال لا يا ولدي مشو عندي رحنا ورجعنا إيلا شفنا الدموع لخديه ماذا قال تذكرت الحسين شفت الناس تهرول تذكرت الحسين أولي في غاء هرول حج سبعة شواق في غاء المر والمعركة والصفا الفستاق قرأوا يا واني الكعب والحجر واني المحتاج واما ما بيت في من في الغ واما بعدها أبا عبد الله قال لزم قلبك عاد واما مفيض الحاج شا واما الحرام الحرام للشاء واما الدعاء والتلب يضج لازم فوق Е واما م Bilal الغاه هاذري أنا خادمكم متى ذكر زينب أو حج زينب أول يوم طبيت كربلة طلعت من عند الحسين ضاره عند العباس قلت وهنا هرولت الحورة آه آه وزينب سعيغة يختلف عن ساير الناس لحسين عذغة الصفة واما المروة عباس والمروة راسة من فضخ والصفة بلا راس أقرأ وكلمات غرول طاردت خخيل ومية وإلى عاشر الحج كلكم إن شاء الله بتفتحوا المجالزكم إلى العيد بشوف الحسين شون مجلسة في العيد يقول عاشر الحج يصادم في عاشر محرم وغسل العيد الحاج باختسل من الدم ومجلس يوم العيد بأسويه ما تام وعيديتي يصعد على صدري دعية لكن جفت الدم إلا الإحسان عاط في العادة اللي عنده بني في عمر رقي في الحج ما يمشي ما يطلع من مكة ما يطلع من المدينة اللي ما أخذ لها الصغيرة هدية شوف الحسين شوي يتحجر الله يجري دع مع البيت عمام يقول حجاج وادي قربة ليدون البراية عافوا ثياب العيد وامتدوا عراية والعيال غمنس في الدم أغلى خدايا وانا خدية عيد راسح حجر قيات لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافلين أما يعمل الظالمون روي عن إمامنا وسيدنا ومقتدانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق الله عليه أفضل الصلاة والسلام النوق إن أمي عارفة بحق وهي من أهل الجنة وهي ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين النقطة الأولى التي يجب أن أشير لها وهي أنه الإمام عليه السلام قوله حجة وفعله حجة والإمام عندما يتحدث عن أمه تلك الماجد المكرم والجليل العليا لا تجيره العاطفة لأن أمه عليه السلام تندرج في قائمة النساء الطاهرات المطهرات يعني مما نعتقده في أمهات أئمتنا عليهم السلام أمهاتهم أنهن طاهرات مطهرات بدليل؟ ما هو الدليل؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكة هنا لما تتروح إلى أرباب التفزير علماء التفزير يقول لك يا مريم إن الله اصطفاك هذا الاستفاء الأول اصطفاك أمًا لولي من أوليائه عندما اصطفاك أمًا لولي من أوليائه طهرك من الرجس والدنس وعندما طهرك من الرجس والدنس استفاك على نساء العالمين تكون أم الإيمان عليه السلام في الإصطفاء الثاني المرأة الأولى في عالمها المرأة التي يشار إليها بالشرف والعفة والقداسة والطغر والسمو والرفعة نحن الأول علمونا يا إخوان أنه لما نسلم على أمهات الأئمة ما نقول؟ السلام على أمهات الأئمة السلام على بنات الأئمة السلام على أبناء الأئمة السلام على أخوات الأئمة السلام على إخوان الأئمة بعد ما يقولون؟ السلام على الصالحات العفيفات الشريفات من زوجات من؟ ليش من؟ والمن هنا كما يقرر النحاة أنها تفيد التبعيض ليش التبعيض؟ يعني مو كل زوجات الأئمة ولكل زوجات الأنبياء طاهرات مطهرة أي عقيدة قائمة أجعيدة تدخل في هذه المنظومة؟ لا أم الفار التي قامت باختيال وتصفية الإمام الجوال عليه السلام تدخل في هذه المنظومة؟ لا وعلى يقول وعلى هذه فقس ما سواها أمها تلئمة طاهرات ليش طاهرات مطهرة طاهرات؟ كونها عليها السلام زوجة للإمام المعصوم عليه السلام زي مطهرات لأنها أم للإمام المعصوم عليه السلام اصطفائين بينهما طهر وقداسة الآن الإمام الصادق عليه السلام يسولف لأنه عن أمة يقول إن أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين هذا موقو العابر تفت يا أحبة موقو العابر هذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه المتقين في جوابه عن سؤال همام بن عبادة عندما قال له صف لي المتقين يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال العلماء في شرح القول أن المراد بالتقوى هنا اجتناب ما نهى الله عنه والمقصود بالإحسان هنا الإتيان بكل ما أمر الله به فهذه الكلمة في شقيها وفرعيها جامعة لصفات المتقين وفضائلهم بقي أن نعرف من هي هذا هاي أم الإمام الصادق من ترى يا إخوان احنا لما نقول وراء كل رجل عظيم امراء عظيم ترى لا ننسى احنا هذه أم الإمام عليه السلام الأم الذي انعقدت نطفة الإمام عليه السلام في رحمها الطاه يعني وعاء أمير المؤمنين عليه السلام لما دخل على السيدة شاه زنان شاه زنان في لغة العجم ملكة النساء ويقال لها جهان شاء ويقال لها غزالة ويقال لها سلافة ويقال لها برّة ويقال لها بزة أمير المؤمنين في صبيحة زواجها بالحسين دخل عليه يسلم عليه فقال لها السلام عليك يا مريم شون مريم شاه زنان ابنة الملك يزدجرد ابن غرمس ابن برويز ابن أنشيروان ابن شهريار ابن كسراء ملك العجم شون اسمها مريم يا علي قال تشبيها لها بالعذراء البتول مريم ليش أمير المؤمنين قال لها السلام عليك يا مريم لأنه لا يقل شأنها عن شأن تلك ليش قال إذا كانت تلك أمًا لعيسى فهذه أمًا للأئمة عليهم السلام الإمام عليه السلام كان في يده بدرة بدرة يعني سرة فيها دراهم ودناني فقال لها يا مريم أيهما أحب إليك البذرة أم البشارة البذرة أم شنو البشارة فقالت يا علي لقد كانت الصفراء والبيضاء تحت يدي أحب البشارة من فمك يعني بشارة حق إن شاء الله ما موجودين هنا بالكويت أكو عدنا ناش قاصين على الناس كشف خزع بلال كذب قراءة فنجان قراءة كيف غرار والله يأي شعودة 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 في وضح النو استغفلوا بها السذج والبسطة من الناس أو فلوس ومواعيد وسيارات الدنيا قايمة أنا لا يوجد شيء بشويتك سأترفع عنك السأم واحدة يجيبها أي عبد الحميد أي الشيخ المصري ماذا؟ من ضمن محاضراته عن السحر فيجيب قضية شيء يقول يقول يا إخوان هاي وحدة راحت إلى واحد من دول وكتب ليها حجاب وسبحان الله يقولون بالأمثال عندنا ضربة أعمال صابة أرنب حملت فأراد زوجها هي وزوجها أن يكرم هذا الشيء وفعلا أكرمه بشنو ودو إلى خروف ودو إلى يعني الباب يعني يقول فترة خلنا نشوف كاتب بيها هذا اللي نشوف الورقة هاي كاتب بيها اللي أنت مل لبستين ها رأسا نحملتين وصار عندش ولد ففتحو مكتوب بيها خروف خل ثقتك بله وثقتك بمحمد وآر محمد أجال اللي فبغيهم أمر الخلق والحل والعقد بيدهم وهم ساسة العباد وأركان البلاد وأمناء الرحمة وآرهم لا تروح عمي قالت لقد كانت الصفراء والبيضات تحت يديه إنما أحب البشارة من فمك الطاهر فقال لها أبشرك أنك تلدين خير أهل الأرض تلدين خير أهل الأرض بس ما بكرت يا إخوان بالسجاد بكرها فاطمة العليلة وتوفيت في نفاسها بالإمام السجاد عليه السلام أنا أرجع لك لأم الإمام الصادق ليش أكون نسب بينه وبين أم الإمام الصادق هذا وإن كان طرح تقريدي لكن تستفيد منه لأن هذه عندها خط يقال لها شهربانوي شهزنان وشهربانوي شهزنان أنحلها علي للحسين وشهربانوي أنحلها لمحمد بن أبي بكر فتلك أنجبت للحسين من؟ السجاد وهذه أنجبت لمحمد بن أبي بكر من؟ القاسم القاسم رحم الله واردك القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة وممن ثنيت لهم وسادة الإفتاء ومما يشار له بالبنان وهو من ثقات وخواص الإمام السجاد عليه السلام القاسم هذا اتزوج بتعم أسماء ابنة عبد الرحمن فأنجم منها فاطمة أم فره أم الإمام الصادق عليه السلام يعني القاسم والسجاد ابني خالة ابني خالة فتلك أمه شهزنان وهذه أمه شهربان ولكن شهزنان توفيت في نفاسها بالإمام السجاد عليه السلام الرواية قطع القلب والله يقول فأوكل الحسين اللي جاري من جواره بتربية الإمام السجاد وكبر الإمام لا يعرف أما غيرها وبلغ من حبه لها أنه لا يؤكلها ما يأكل إياها على صحي أو على إناء سئل أن تمتد يدي إلى شيء على الإناء قد سبقت أينها لذلك الشيء فأكون بذلك عاقا لها أم أم شقي من أغضبها شقي من تنكر لتاريخها ولجهاد شقي من تمرذ على هذه الصالحة على كل حالة من هي أمك يا مولاي قال فاطمة كما مر ابنة الفقيه القاسم ابن الطيب الطاغر محمد بن أبي بكر هاي محمد بن أبي بكر اشتغل عليه أمير المؤمنين فلذلك يقال اثنين بالعرب صنيعة علي وربيباه من هما محمد بن أبي بكر ومنه الثاني وعبد الله ابن جحفر الطيور ودوله إخوان وهم وحدة لكن كل واحد أبو غير فذاك أبوه ذو الجناحين جعفر وهذا أباه من لكن أمهما من أمهما أسماء ابنة عميس هذه الصالحة اللي بعدين تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وعدنا رواية أنها أنجبت لأمير المؤمنين عليه السلام بنت في بعض ما يقرر علماء التاريخ بنتها يقال لها رقية وقية تزوجها منه مسلم ابن عقيل والله ما شاء الله تزوجها مسلم ابن عقيل هذه أمها أسماء ابنة عميس يقول وللتعرف على جلالة قدرها وعلو مقامها ورفيع شأنها تقول لك هالرواية ونهاية الشهر والناس تعبانا يقول هالقمي في الأنوار البهية يقول أحدهم الظهر يقال له عبد الأعلى يقول رأيتها تطوف حول الكعبة وعليها كساء متنكرة عليها كساء متنكرة وكلما حادت الحجر الأسعد أشارت له بيساره أكو واحد عمي هلابد أن أذكر هذا الشيء عمي أنا أرجوك فديت عمرك الشيء وهذا أقل أنا أقصر أن أنصح أي واحد ترى أكو ناس النقاش وياهم عقيم تدخل في نقاش أنت مضيع وقته أساسا ترفع لاتناك شوء لتدخل سواء آمن بمعتقدك أو لم يؤمن بمعتقدك خلي أنت سوي ضوضاء منه ومنه على شنو ما هذا قال لها واحد من فقهاء العامة شافها تشير إلى الحجر الأسعد بيساره قال لها أمت الله لقد أخطأت السنة ما ردت عليه فتحت إلى باب نقاش صلفت إلى باب أكو جماعة راحوا للشيخ باقر الله يرحم وقفوا عند باب بيت يترمزون وصفقون ويسبون طلع الشيخ من بيتهم بروح يصلي قال لهم القافلة تسير فقالت لشوف الكلمة الله أكبر كيف ناس يقول على ابن أبي طالب ملوك الكلام كلام الملوك وقال عليه السلام يغاب المر قبل يتكلم ولما يتكلم تعرف مستوى وحجم وثقافته وعقيدته وإيمانه فقالت له إنا لأغني عن علمك إنا لأغني عن علمك روح يقولون أجوان سلوم ما زادت الإسلام تردلة ولا النصارى درت إسلام سلوم لما تقول إنا لأغني عن علمك ليش لأن البيئة تلعب دور تلعب دور والله أولا أباها عرفنا القاسم مر ذكره من هو زوجها باقر علوم الأولين والآخرين من هو من هو ابنها ينبوع العلم ومعدن الحكمة واليقين الإمام الصادق من هو عمها أبو زوج الإمام السجاد إلا عاشت بين هؤلاء العمالقة والأفذاء والعرفاء والأئمة تحتاج إلى علم هذا أو علم هذا هذا لما يقول إنا لأغنياء عن علمك يقول السجاد عليه السلام شوف لما إنسان يكون عنده مخزون فكري ثقافي متربزين يقول إن عم وإنك يا عم لعالم غير معلمة وفاهمة غير مفهمة أي زانب التمير المؤمن صلى الله عليه اللي يدخل يا مولاي ولا يطول عليك يدخل الأشعث الأشعث ابن قيس على أمير المؤمنين الأشعث ابن قيس جاء يخطب زانب من عند أمير المؤمنين ودخل به أمير المؤمنين قال ما عنده جاء إنا ليه آمر قال جئتك خاطبة قال منه قال لزينب عدو جاء يخطبها وراء زوج بعد لأنها زوجتها الأولى على كل حال يقول ينجب الليث شوف القاعدة ينجب الليث في الطبيعة جبلاً أبواه الحسين والكرار عندما يقترن الأسد باللبؤة شين تجون شبل الآن الآن أنت جاي زوجنك داك وجايب منها محمد بن الأشعث وجعيدة وجاي تخطب بنت زينب بس طالع الباب يقولون فلا توانعالا من وراء الباب أي ما كل أنت تخطب زينب بالتمير المؤمن علي يمتثل أمر رسول الله في زينب يقول بناتنا لبنينا وبنينا لبناتنا يقول فهي مغير مفخمة بعد عالم غير معلمة والله تستغرب لما تقف عند فصول من حياة زينب تروح يا سبحان الله عندنا بالبلد تمر على ناس فاقدين عزيز أو فاقدين عزيز وتدخل وتشوف أهل العزاء قد أصابهم الضمور والانكماش والتعب لأنهم قد فقدوا رجلا أو امرأة عزيزا وبالتمير المؤمنين ليلة 11 ليلة المأساة ليلة المصائب ليلة ما مثلها ليل وينظر السجاد إلى زينب واقفة تصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم أوه قال وثم بعدين لما جلست يعني رفعت رأسها من السجدة الثانية وتشهدت جلست ما قامت زينب جلها عمان أراك تصلينا جالسا قالت لابناي إن عمدك متعبا مع ذلك تحمل الزينبات وقاست أكثر من هذا لكن الشيء اللي أتعب زينب وأتعب قلبها وانهارت وانهارت في داخلها لكن في قواها الخارجية قوية تذري وين نحن بكلم اللي أعطي يقول وصلنا الشام وصلنا الشام آية الشام ما ينحمل طاريخ هذه الشام هي التي أتعبت زينب يقول وخرج الإعلان بإغلاق الدكاكين والمحلات وتعطيل الأسواق وأن ينصرف الناس من بيوتهم ومحافلهم ومجالسهم وأنديتهم إلى وين إلى بوابة الشام والساير قال سوف يؤتى برأس الخارج ويؤتى بنسائه وبناته الحسين الخارج أهد الله عاد يقولون أنه في الشام أكهاشمية من بنات عقيل عندها ولد صغير اسمه حسين هذا أمه بعثته في الصباح للمكتب يعني شنو المكتب يتعلم قرآن وراح الولد هالصبي يتمش وصل إلى المكتب رآه مغلق رجع إلى الدار رأت خصب يا أقرانه قالوا لها يا حسين لم تلبسك أمك ثيابك الجديدة وهأيام تأخذون لأعيالكم الثياب لو لا وتشتروا لهم الثياب لأن العيد نحن على مشارف عيد الفطر المبارك لو لا قال لهم وأي عيد هذا وما هو بعيد الفطر ولا بعيد قالوا اليوم عيد يؤتى برأس الخارجي ويؤتى بنسائك وبناته يلا روح 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 وخل أمك تلبس كثيابك ودحنا ننتظرك إجه هذا أحسين ودخل على أمة وقف على الباب أمة يمان قالت له نعم يا أبني أمك أمك ش عندك تقل الله يلو لك تنده من أبعيد هل وقت يا ابني وقت عين قال لها يوم اليوم عيد أبغي ثيابي الجديدة نبسيني يا ليش يومك قال لها اليوم يؤتى برأس الخارجي ويؤتى بنسائك وبناته آه ش عندك تقل الله يلو لتنده من أبعيد يغل يقل الله هل وقت يبني وقت عين قلغ خوار الثائرة والنصور ليزين للشام جاب وروسهم ويضعينه ولدي حبيبي احسين قالت يا عقلي درجع عاين شكل غم واخد الخبر يا نور عين من طفل غم وعن دين غم يبني ومدينة غم يسأل غم وعرف يا عقلي اسم الزعيم الذاب حين وهل ايه وهل على الحسين يجا اغلق الباب وجاء اوالي يلا ويعاد ورد وقف بالجاد ولاحة لغ الروس فاق الارماح تلو تخج النور لشموس والحرام مسلوبة وعلي لبقاد محبوس والله يسمع يذوب قلب من ونينه ما لك عذر في زينب عاد يا والله حلفك بزينب ما لك عذر به اوالي عايا يسيرة منو هل يسيرة عايا يسيرة لود بيه كل يتيمة قال اظن اذا لذ عن كل زعيم قل غا يحرم يحرم بصيب تاج كلفة وعظيمة شن هدي يا نت كوم وطن كوم يا مدينة من من وين انتون من اي بلد من اي مصر قالت اسلام احنا قالت اسلام احنا ورط طاب وطل كل من تري اذا من المدينة اسألني عنه قل غاية مسبية المدينة نبلا دهل اريد نشد شان خال تعرفين خالك يما من خالك من خالك يما يا حبيبي تم من المدينة يعني يا اللغة يما يا حرمة تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباس تعرفين ابو السجاد وتعرفين عباس تعرفين الاكبر والنشامل ترفع الراس تعرفين ابو الشيم محمد وفي الباس تعرفين زينب بضعة الحرة النجيبة ما نحش محد والله ما حش محد ويلا شسمك تقل ليا عزيزي واما كمنين شسمت شسمك تقل ليا عزيزي واما كمنين قل غا انا امي عش مية واسمي احسين وانا خواني بيت ابو طالب الطيبين بيت الامام الفخر كل حاي زينب ويلا 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 الان جر والناياق مش وانياق زجراغة شوف اش قالت لزينب ولدي ولدي يا حسين يا حسين يا الولد قدام الضعين دير بالك يا الولد قدام الضعين دير بالك هل اتكرت خمروس خم كل خم اقبالك واللي اقبالي ناص بين راس خالك وكل اعيال حسين هادي غض عين وقام يركض ورا الناقة وهو يركض وراها ازين من انتي انتي من قالت لولدي وانجان عنزين ابتزايل والنساوي يبني انا زين ابغادي حيلة حسين ردي ينحب ويلطم على الغام بالإذان وانج يوم بالعجل قوم دهان اكمل مجلس البيت وقف على الباب يوم قومي ترى المسبية زينب كلها جابين ها زينب واللمع الجين على دروة الروم خالج كانت تقوم مدعور دي تجيل هاشمية وتلبس عباية وتطلع لكن ما قدرت تشوف زينب إلا في الخريبة جلسة تظوف زينب قامت تبجي زينب قامت تطالح هاي غريبة هميوية أنا في كربلة شو أنت بجعل شامية آه 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 زايد آه 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 يما من أنت قالت أنا من تبضى عنكم لازم النوح صاحت أنا من تبضى عنكم لازم النوح ليلنا غريم سمعت حسين مذبوح لكن غريبة بين جانب وين أنا أروح أهلي بني هاشم وأنا منكم قريبة أهلي بني غاشم يا علي ويا حعاد أهلي غواشم وادغر عنهم بعدني أسمع ذكرهم واطلب من الله يردني لكن آه واسمع بسم زينا أحظ ما سعدني أجلس معا واخدم الحور النجيب نكست زينا براس غا وهل الدمح نكز زينا براس غا وهل الدمح صاحة صاحة خبر زينا بتفرق جمح ذبح وسبح تفرق شامل والعدد بحا وسبح زينب أني وحلت علي ها المصيب أذي زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال الله صلى على محمد وآل محمد أمن يجيب المطار إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المطار إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المطار إذا دعاه ويكشف السوء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لا تخاف دركا ولا تخشاه الله خير حافظا وأرحم الراحمين فسيكفيكهم الله والسمي والعليم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز جميعا ناد عليان مظغرا العجائب تجد عونا لك في النوائب فكل غم وغم سينجلي بقدرتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا رب يا رب يا رب امن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية لا سيما إحدى المؤمنات الصالحات ارفعوا الأكف تضرع شافعا بشفاءك داويا بدوائك آفيا من بلائك يا كريم ببركة الفاتحة تسبق الصلوات على محمد وعالي محمد يا خدا ريب تشيغك تشيع هئبة الإسلام ويناقي صاحي بصوت يالتي شيعون شيعيت وداقي الموت خالي وادعون يا تايمنا بغياب وفجعنا بمصاب